سلام من الله عليكم متابعين قناة امي المغرب اعلنت ادارة الجمارك والذرائب غير المباشرة اليوم التلتا عن وضع نظام لاداء الرسوم والذرائب باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل بما في ذلك الاداء الالكتروني مما يضح حد لأي امكانية للدفع نقدا بالنسبة للمعاملات التجارية وذكر بلغ للادارة انه تبقى للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 6817 للسنة المالية 182000 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والذرائب المستحقة عند الاستراد فقد تم الغاء احكام المدة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الالية التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فتح يناير 182000 موظيفة ان امكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية فقط كما اكدت ادارة الجمارك والذرائب غير المباشرة ان تطبيق هذا الاجراء الجديد يهدف الى ضرع المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الاموال واعطاء الاولوية لاستخدام الدفع الالكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة والموثوقية وتتبع المعاملات المالية شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان اشتركوا في القناة